أبرز مميزة تقسى اليوم شدة ترياح التي تطلبت نصيب من اليقظة كما هو الوضع بفلسطين البحر كان شديد الاضطراب كما شاعر التونسيين في مساندتهم للفلسطينيين ودرجة الحرارة شهدت نصق تصاعد كما هو الحال والأحوال بقطاع غزة نشرت اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 خصوصية هنشوفها من خلال تسلس لصور القمر الاستناعي التقس يكون مغيم جزئيا على أغلب الجهات اللي لا يتواصل التقس صحب عابرة على أغلب المناطق ريح من القطاع الجنوبي ودرجات الحرارة ليلا تكون ما بين 21 و 27 درجة بالنسبة لتوقعات عن تقس غدوة تقس مغيم جزئيا على أغلب الجهات فتدريجيا كثيفة صحب بالمناطق الغربية لشمال للوسط مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار آخر النهار قد تشمل لاحقا مناطق الشمال الشرقي الريح جنوبية غربية تتجهل القطاع الشمالي بشمال ودرجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف بشمال والمرتفعات الغربية ومستقرة في بقية المناطق قراءة في توقعاتنا لدرجات الحرارة للمدن التونسية 34 درجة في تونس الكوبرة 28 في قليبيا 32 في كل من نابل وبنزرد 35 في زغوين 29 في باجا 32 في تبرقة وجندوبة سلينا في حدود 34 الوضع ملائم نزول أمطار في الكافي حدود 32 درجة أقل في تيلة 29 درجة درجات الحرارة مستقرة في القيرة من 36 درجة وبالنسبة لجهة الساحل تعتبر مرتفعة قد نساجل 37 درجة في كل منسوسة المنستير والمهدية 36 في جزر قرقنا وصفيقس ديبوزيد 34 والقسرين 30 درجة بالنسبة لمدن الجنوب الغربي درجات الحرارة تتواصل لمرتفعة قفصة قد نساجل 35 و 38 درجة في توزر 37 درجة في كبلي تقس مغيم جزئيا وبالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قيبس وجزيرة جربا مدنين في حدود 38 درجة 36 في كل منتطوين والميدا بالنسبة للملاحة وصيد البحري في منطقة سيرات وخليج تونس الرياح تكون غربية مع أمواج متقاطعة والبحر شديد الاضطراب سرعتها تكون من بين 25 إلى 30 تصل محليا 35 تتجاوز ل40 عقدة في خليج الحمامات ومنطقة الشابة الرياح تكون شمالية والبحر شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة وسرعة الرياح من 25 إلى 30 تصل 40 عقدة مع مرور الصحب الرعدية وفي خليج جيبس الرياح جنوبية شرقية البحر المضطرب فشديد الاضطراب وسرعة الرياح من 15 إلى 25 تصل محليا 30 فتتجاوز ل35 عقدة عفوا ونشرات التحذيرية سيرية المفعول دائما للأخوة البحارة قراءة في توقعاتنا لدرجات الحرارة لبعض المدن والعواصمة العربية والأوروبية تقس كثيف الصحب في نواقشة 34 در البيضة تقس مغيم جزئيا الجزيرة تنخفض درجات الحرارة ترابلوس تحافظ عن نفس المستوي 36 درجة والخرطوم مستقرة في حدود 39 درجة القاهرة 31 بالنسبة للبقاء المقدسة درجات الحرارة في المدينة المنورة 37 مكة المكرمة 39 مسقة 32 درجة أبوظبي 34 دوحة درجة حرارة مرتفعة 38 كويت 36 تقص في بغدية 35 درجة وبالنسبة لشرق الأوسط 26 درجة في كل من القدس الشريف وبيروت 27 في دمشق إسطنبول درجات حرارة في حدود 23 درجة تقص في عموما عودة التقالبات الجوية لأوروبا قد نسجل في مرسيليا 21 درجة مع أمتار 28 درجة تقس كثيف الصحب لندن 16 درجة الوضع ملائم زول أمتار في برلين 7 درجات بروكسيل 16 درجة أمستردام أثناش 25 في فييانا جونيف 13 درجة باريز أمتار منتظر 18 درجة درجة الحرارة تتراجع في مدريد 16 وفي لشبونة 20 درجة تقسيكون مغيم جزئيا بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم السبت البحر يكون شديد الاضطراب بشمال ومتموش بقية السواحل الريح من القطاع الغربي وأمتار منتظر محلينا بشمال تقسيكون مغيم جزئيا في بقية المناطق ودرجة الحرارة تشهد انخفاض بشمال بالمرتفعات الغربية وكذلك بالجنوب بالنسبة ليوم الأحد الرياح تكون جنوبية غربية البحر يكون شديد الاضطراب بشمال ومتموش في بقية السواحل تقسيكون مغيم جزئيا على أغلب الجهات ودرجة الحرارة تشهد انخفاض على أغلب المناطق أوقات الشروق والغروب شروق إن شاء الله يكون في تمام الساعة الساديسة صباحا و31 دقيقة والغروب في تمام الساعة الخامسة مساء و37 دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرصد جوي على صفحة الويب تخوة دوبلوفيب وميتيو تدفها و تتواصلوا معهم على صفحة فيسبوك و الموزع الصوتي أوقات السلاة المدينة تونس ومجورا الساديسة صبح في تمام الساعة الخامسة صباحا و 4 دقائق سلطتي الظهر منتصف النهار و 11 دقيقة سلطة العصر في تمام الساعة الثالثة مساء و 11 دقيقة سلطة المغرب في تمام الساعة الخامسة مساء و 39 دقيقة وستيطة العشاء في تمام الساعة السابعة مساء وثلاث دقائق مجددا رحم الله الشهد هذه إلى اللقاء نسكن